اليوم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغاني الهامل حول قضية الكوكاين هذه هي القضية التي أثارت وأسلت الكثير من الحب نشاهد وما قاله السيد اللواء عبدالغاني الهامل ثم نعود بتعثيرك القضية يرى في التحقيق عند العدلة والسيد وزير العدل نتكلم عليها مطولاً ونحن ثاني عدنا ثقة كبيرة في العدلة تاعنا عدنا ثقة في النزاهة تاع القوضات تاعنا عدنا ثقة في الاحترافية تاع القوضات تاعنا وعدنا ثقة في التواصل الموجود مع المؤسسة الشرطية ففي التحقيق الابتدائي نقول ونقولها بكل صراحة كانت هي تجاوزات وكانت هي اختراقات ولكن الحمد لله القوضات كانوا في المرسل وما خلاوش وحسموا الأمور وما خلاوش الأمور الأمور تتميع المؤسسة الشرطية عازمة بش تواصل العمل تحر عازمة بش تواصل محاربة الفساد وهنا نقول اللي يبغي حارب الفساد لازم يكون نظيف اللي يبغي حارب الفساد لازم يكون نظيف وأقول كذلك حتى ولكن المؤسسة ما رحاش معني مباشرة في التحقيق رح كل الملفات اللي عدنا وتخصها القضية رحنا نمدوها اللي عدنا لأننا نكرر بالليثقتنا كبيرة في العدنا بش حبس المؤسسة أمور كما هذي ما نقدرش نحبسها ما نقدرش نحبسها لأن المؤسسة عازمة بش تبقى تحت تصرف العدالة عازمة بش تبقى لصالح المواطن ولصالح المجتمع الجزائري إذ رحته واحد من قدر يحبس المؤسسة لا بالإدعاد لا بعملية تخويف لا بعملية تلعب ببعض الأمور ونقول باللي رمضان صامدين وباقيين على عهدين